النهاردة افتتح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاردة الصبح افتتح ايه بقى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمؤطم يعني ايه اقولك مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ او لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة تقدر كده تعتبره إنجاز بجد تاريخي ونقل حضارية متكاملة كبرى لمصر دي قفزة لمصر في ايه يا يوسف في التعامل مع الأزمات مع الطوارئ طيب ازاي هيبقى عندك أو أصبح عندك منظومة واحدة بتتشارك فيها كل الوزارات مش بعض الوزارات أو أغلبية الوزارات أو معظم الوزارات كل الوزارات كل الهيئات كل دواوين المحافظات في كل الدولة يعني عندك شبكة بتلم المعلومات من كله طيب هنا بقى يصبح عندي ايه كفاءة وجودة للتعامل مع أي أزمة طارئة لقدر الله وسرعة الاحتواء شو بقى هنا بقى ايه تحتوي الأزمة أو تحتوي الأمر الطارئ بمنتهى السرعة طيب معييرك ايه يا يوسف المعيير العالمية الدولة الجمهورية الجديدة لا تتعامل سوى بالمعايير العالمية ما بنخترعش معايير تليق على مقاسنا العالم وصل لحد فين يلا ابدأ من حيث انتهى الآخرين ده مبدأ طيب تيجي الشبكة دي تبدأ بقى تشتغل ايه تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل انحاء الجمهورية باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح الامن والخدمات على مستوى الدولة على مستوى القطر المصري من الجنوب للشمال شرق غرب سينة للسلوم أسوان لدوميات واسكندرية ورشيد حدث ولا حرج اللي حضراتكو شايفينه قدامكو ده ده جوه غرفة العمليات وغرفة الخوادم يعني السيرفرز الخوادم العملاقة الفائقة اللي موجودة علشان تحقق لنا ده اللي تخلق الرابط ما بين الوزرات المختلفة زي ما كنت بقول لحضرتك الوزرات كلها مش الوزرات كلها الهيئات كلها الدووين كلها بتاعت المحافظات أي حاجة متعلقة بالدولة موجودة هنا فيبقى عندك كل شيء كل المعلومات كل المعلومات كافة البيانات ومن هنا تقدر تتعامل مع كل ما هو طارق أو لقدر الله أزمة هتعامل معه بس ولا هتعامل بسرعة لا هتعامل بسرعة طيب أقدر أمن معلوماتي كمان بص كده الشعار نحو مستقبل رقمي دول إخواتنا وولادنا يعني وأهلينا اللي بيشتغلوا هناك شبانهم زي الفل ما شاء الله حتى بص كمان على بيئة العمل ومناخ العمل عمل إزاي ده حاجة تشجعك إنك تروح الشغل يعني تبقى نفسك مفتوحة كده وإنت نازل أنا رايح شغلي بكل عزة وفخر وراحة وانبساط وسعادة رايح أشتغل في مكان حلو مريح عليه القيمة مبهج حتى في اختيار ألوانه تيجي تقول لي أيا الألوان أقول لك بص دايما دق في التفاصيل وركز فيها هتعرف إمتى ماشي في أنهي سكة حتى الألوان يجب اختيارها بعناية أيه علشان خطر تشجعني على الإنتاج وتشجعني على العمل إلى آخر على كل كل التوفيق لينا في هذا المنجز العظيم اللي يمكن وصفه المزيع دلوقتي بأنه خطوة أو قفزة كبرى في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات في مصر